اه وانا لما بشوف الارقام بتاعت السنوات السابقة يعني من 2010 كده لو نقدر نرجع للارقام دي هنلاقي نفسنا قصاد برضو ارقام ضحايا وقتل يعني لما جاء قرنها ب2020 و2019 يعني مثلا في 2016 فاندم عدد حادث السيارات 14710 المتوفين 5334 في 2015 6203 في 2014 6263 بينما لما بص هنا لضحايا او قتل 2020 الاقي الرقم عندي يعني بنكلم على رقم 6164 كأننا سنة 2014 طيب السؤال هنا يا دكتور اليست كل هذه الطرق الجديدة المعدة المجهزة المفتوحة المحارات اللي فيها درجة امان اعلى المفروض تمتص من نسبة الحوادث دي فما لايش نفسي في 2019 و2020 حتى في الجائحة عشرين على ارقام شبه ارقام 2016 و2014 في نقطة مهمة لازم نحطها في اعتبرها الحوادث بتزيد طبيعي في العالم كله مش عندنا بس في ترضيا مع اربع حاجات لو زاد عدد السكان لازم تزيد الحوادث لو زاد عدد المركبات لازم تزيد الحوادث مش عندنا ده العالم كله العالم معدل عالمية لو زادت اقوال الطرق لازم تزيد الحوادث لو زادت نوعية وجودة المركبات يعني وبالتالي سرعتها تزيد الحوادث الاربع حاجات دول زادوا عندنا جامد يعني السكان زادوا اطوال الطرق زادت يعني شبه تضعفة اعداد العربيات تضعفة كل دي زادت بشدة خلاص ولازلنا عند الرقم اللي هو كان من 2013 فده دليل ان فيه معدل جابي فيه تطور حصل يعني وفيه تحكم شوية في اعداد الحوادث يعني الحاجة التانية احنا دلوقتي هنبدأ ندخل نظم المراقبة الالكترونية والآي تي على الطرق ديا هتدي نوع من التكسيف المراقبة على الطرق ده من الحاجات الاساسية اللي هتساهم في تقليل معدلات الحوادث